دعوات مستمرة إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في العراق بعد زيادة العداد الكبيرة في أعداد الموظفين ومطالبات بإصلاح جدري نتيجة التراهل الوظيفي في أغلب مؤسسات الدولة الدعوة لإصلاح حكومي جاءت في ظل وجود تراهل وضعف في الجوانب الإدارية نهيك عن العدد الكبيرة للموظفين في بعض المؤسسات لدرجة باتت عدم القدرة على توفير المقاعد لهم في صورة تعبر عن جزء من الفوضى المؤسساتية التي تعاني منها الدولة لسيما بعد الحديث عن إنتاجية صادمة للموظف الحكومي في القطاع العام لا تتجاوز العشر دقائق لكل موظف اللجنة القانونية النيابية أكدت من جانبها أن كل التقارير الاقتصادية عن ملف التعينات تثير القلق لا سيما مع الارتفاع الكبير في أعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه مشددة على أهمية عدة النظر وأحياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أكبر مقارنة بالتعينات الحكومية وفيما يخص الأحصائيات الحكومية عن أعداد الموظفين في العراق بين خبراء اقتصاديون أن هذه الحصائيات الحكومية غير دقيقة ولا تمثل الواقع وأكدين أن في العراق ما يقرب من 4.5 ملايين موظف حكومي الخبراء الاقتصاديون أشاروا كذلك إلى أن مجموعة العراقيين الذين يتقضون رواتب شهرية من الدولة يقدر بتسعة فاصل خمسة ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة من موظفين ومتقاعدين وذوي رعاية اجتماعية وما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة يذكر أنه خلال العقدين الماضيين أجلت الحكومات المتعقبة النظرة إلى مشكلات التنمية البشرية في القطاع الخاص ولجأت إلى حركة توظيف في القطاع العام كجزء من الدعاية السياسية للأحزاب لتصبح الوظيفة الحكومية حلم شباب وغايته وتتراكم هذه المشكلات حتى باتت عبءا ثقيلا على موازنات البلاد اشتركوا في القناة